خبر رقم واحد وسائل الإعلام المختلفة في كل أنحاء الدنيا بتتحدث عن هذا القرار أنه مصر خدت هذا القرار ورئيس مصر أخذ هذا القرار بعد سنوات طويلة جدا من حالة الطوارئ سيادة اللواء عبد الحميد خيرت أولا مساء الخير طيب هرجع سيادة اللواء عبد الحميد خيرت حالا عشان نتكلم أيضا على هذا القرار لأنه القرار زي نبول حاكوا لابد من قراءات متعددة لهذا القرار وقوة هذا القرار وتوقيت هذا القرار الأزرر رئيس حفتاح سيسي لنزي نبول لحظاكم زي ما رئيس أكد أنه الصانع الحقيقي للقرار هو الشعب المصري على مدار سنوات نتكلم على إجراءات أمنية إجراءات اقتصادية ما خلي بالك لما خدت قرار اقتصادي في 3 نوفمبر 2016 بإجراءات إصلاحات اقتصادية وصلتك النهاردة أنك بتاخد قرار أيضا تاريخي أنه وصلك لده أنك تأتي اليوم وتقول للعالم وتقول للشعب المصري قررت إلغاء مد حالة الطاري في كل الحقيق الجمهورية بما فيها شمال سيناء كان عندنا مشكلة في شمال سيناء نعم كلنا كنا شايفين وعارفين واللي كان بيحصل في شمال سيناء كلنا ذهب عناه وعرفناه وفقدنا أرواح كثيرة في شمال سيناء ولكن النهاردة الرئيسة ما يقول لك كل الحقيق الجمهورية بما فيها شمال سيناء سترئيس مركز لكن هو آل شمال سيناء لكن أقصد آل مصر أو كل نحاء البلاد يعني بما فيها شمال سيناء يعني يقدر يستطيع المواطن النهاردة اللي كان عنده بعض الحاجات المحددة في شمال سيناء النهاردة أصبح كله زي بعضه شمال سيناء زي الشيخ زويت زيها زي طهطة الشيخ زويت زيها زي اسكندرية الشيخ زويت زيها زي أسوان الشيخ زويت زيها زي مطروح الشيخ زويت زيها زي الزمالك تتحرك في أي وقت وفي أي توقيت وعربياتك زي منت وموتسيكلاتك زي منت لأنه كان فيه في بعض الأوقات أنه ما فيش عربيات كذا تتحرك لا لا بقاش النهاردة الكلام ده بقى كله النهاردة يتحرك كيفما شاء الحمد لله ده انتصار والله ده انتصار طب أقول لكم حاجة والله عبور عبور ليه للمستقبل عبور لجمهورية الجديدة القرار قرار الغاء حالة الطوارئ جايز الناس مش واخدة بالها لا خد بالك قوي من أهمية هذا القرار خد بالك قوي من تبعات هذا القرار خد بالك قوي من التحرك اللي أخذ الرئيس هذا القرار اللي هي الدولة الآمنة المستقرة اللي عندها مؤسسات النهاردة نجحت في أداء كل المهام المسندة إليها كل المهام لما تتكلم عن قوات مسلحة تتكلم على شرطة تتكلم على أجهزة معلومات فكل دول نجحوا بامتياز من رئيس الجمهورية ما خدش هذا القرار اللي هو هذه المؤسسات نجحت بالتقدير الممتاز في إيه تحقيق رسالتها إنت إيه الرسالة إن أنا حقق الأمن ما عنديش إرهاب قضيت على الإرهاب بقيت مصر النهاردة القرار ده بيقول لك إيه بيقول إيه القرار إن مصر النهاردة تقدر تقولها كده خالية من الإرهاب عندك استقرار حقيقي تاني بقول استقرار حقيقي وعندك أجهزتك يقزة حد دماغه مثلا يفكر كده الأجهزة صحية أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية صحية ويقظة شوف ده في مصر وشوف اللي كنت بتكلم عليه في الأول كنت بتكلم عليه في الأول العالم بيحصل فيه إيه والدول بيحصل فيه إيه والدولة اللي بتروح ما بترجعش شوف وضعك النهاردة رئيس الجمهورية اللي طلع هذا القرار أنت في دولة آمنة ومستقرة دي الرسالة أنت الدولة الآمنة ومستقرة في المنطقة والإقليم الحمد لله مستقر سياسيا الحمد لله فضل ونعمة مستقر أمنيا الحمد لله فضل ونعمة مستقر إيه اقتصاديا فضل ونعمة خلي بالك دول رسائل مهمة جدا دولة قانون أيوة استقرار أيوة كل شيء تقدر تقوله من خلال كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال قرار الرئيس عبدالفتاح لون ده قرار قرار جمهوري مش تويتة لا ده في قرار جمهوري في التويتة اللي قدامك والرئيس كتبها واللي كانت مفاجأة للجميع يعني محدش كان يعرف عشان محدش يقول لك كنا لا محدش كان يعرف خالص ومن المناسبة الرئيس يحب المفاجآت يعني المميزات المهمة جدا يعمل مفاجآت زي ما عملنا المفاجآت قبل كده كتير كتير وهذه المفاجآة أيضا مدوية تاني بقول محدش كان يعرف الكلام ده والرئيس فاجئنا وفاجئ الدنيا كلها ولكن بعد يوم احتفالي عظيم